106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 خالبة هنا ديما نحكي على مثلاً بنعمل نحكي للإسلام عن شنو المخالب الضبط معلتي ممكن هنا فهم لي سهيل وديما نقول وراك في محلط قديم أخويا راك يعطيك صح شكرا لك برايويل نعتذر خاصة منكم من أحباء السياسيس مقعدش برشاوك بشتحكيه على النادي رياضي السفيقسي نعتذر منهم أشد الاعتذار بي خانا اخو من نبدأ انت عندك لطفي العبش في النادي رياضي السفيقسي بل وعندك ذكريات كيف كيف السياسيس وعندك المشروعية بشتحكي أكيد عن نادي رياضي السفيقسي أكثر مننا نحن نحن نحكيه وشميره وحكيه كانت تارك بلوت مياه هنكمل الجملة عنده مشروعية أكثر مننا نحنا الكل نحن مواكبين أكثر مني الوضع عمت عندي السفيقسي طول ما حالا هل ترى ماتش اليوم؟ ماتش كيما الماتش والكل ماتش ديما ماتش الأفريق ديما ماتش والسعاب يزموا تحذير خاص ويزموا منطل كبير برشا خاطر يختلف على مبرايات البوتولة شوفنا ندر السفيقسي اليوم بريسك جدد 90% بالفريق متاعه مدرب جديد قاعد يبدأ يحط في الفكر متاعه بشوي بشوي يزموا برشا وقت يزموا برشا برشا معتها برشا وقت كما يقولوا بش يركز كل المعام ودرق مع لاعبين شبان معتها تحبلوا برشا وقت نتمنى توفيق ندر السفيقس إن شاء الله اليوم يفوز بش يدخل للمسابقة هذي مورال كبير ويتقدم في المسابقة علش لها نشوفوه في الفيناء إن شاء الله نتالق محتاج برشا السياس للفوز في المقابلة وإنه يعمل مسيرة بياه في المسابقة يتعتبر اختصاص وهو هو ساعب داب بمباراة تتاوين والانتصار ذاك أو الأجوال اللي يستنى فيها جمهور ندر السفيقسي بطبيعة تحط الفريق على السكة سورتو مانا نحكيوه مونت المون سورتو الفكرة بتاع المدرب اللي بتاع شوية معنا باش يتحط يمكن انت جاء مع مع مقابلة تتاوين في البطولة اليوم ما ننسيوش اللي هو ديربي ساعة والحاجة مع فريق جزائري المقابلة هذو ما بيننا احنا وبين الفرق الجزائري تتلعب على جوزيات بسيتا يزم من ندري هذا السفيقسي اليوم يكون حاضر مية في المية باش ينجم يتجاوز معنا فريق ممتاز اللي هو فريق قسانتينة ومعليه كان بتبعه انتام تاع شمبيونايزم الفوز ثلاثة نقاط مهمين في اي بطولة معنا باش تبدأ كما مع التارجي كما اليوم مع ندري هذا السفيقسي ان شاء الله الانتصار اليوم السفيقس و ندري هذا السفيقس انت بتعب السفيقس هوا ما ما يحبوش هوا ما ما يحبوش هوا ما يحبوش ان شاء الله اليوم ينتصر ويبدأ معنا بثلاثة نقاط مهمين باش يكمل البطولة بتاعه ومبعدي نجم يجري البطولة بتاعه مجدي سانتوس من اللي جاي ومعطا كلم برش عليه وعلى مستقبله وبعد الفوز مع اتحاته طوين تفردت شوية لامور الفوز الاخير اليوم لازم التأكيد ذهل لي رغماني مقابلة صعيبة اكيد مقابلة صعيبة لهنين الحق معنطها ممكن نقطة ايجابية في الهيئة الاندي سفيقسي الهيئة التسييرية مسكت رغم الانتقادات الكبيرة شوفنا الهزيمة همام شابهة العمران برشة كلم تقال عليهم بعد معنطها تعادل مع الاتحاد المونستيري والفريق تقريبا في المبارات هذيكا كان قدم مستوى تحت المتوسط المسؤولين تمسكو بين مدربة ذهي كان يدرب في بيترو أتليتيكو للموسم الفارد يعرف الكورة الافريقية كان ترشح الانكاردو فينال وربحها في تونس وربح اليتوال في رادس في ملع غراتس وعمل معاليس بيرانش في الموسم الفارد في دور المجموعات مدرب بيه لكن ما زال مقاش اليروبير متاع وبدأ يلقى فيهم حاجة إيجابية للنادي سفيقسي اللي نأكد أنه يلعب كورة مزيانة اليوم نتصور أنه بشي ورينا كورة باهي ندريا دي سفيقس خاصة أنه نتاج تحسنت في البطولة لكن حذاري من الفريق هذيك سنتينة لأنه فريق متميز في البطولة الجزيرية فما مقابلات فما أندي لعبت عشرة مقابلات وأندي لعبت ثمانية مقابلات لكن هو الآن في صدارة الترتيب عنده ثمنتاش النقطة عنده ثمنتاش النقطة وراه اتحاد العاصمة ومولديت الجزائي ستاش النقطة بالنسبة لبطولة الجزائرية فما أندي لعبت عشرة وفما أندي لعبت تسعة وفما أندي لعبت حتى ثمانية مقابلات فما أندي لعبت حتى ثمانية مقابلات فريق باهي كان في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2019 كان أزاح النادي الأفريقي ترشح نتذكر هو ومازينبي في الليديسيون هذيك ومن بعد العب لانكاردو فينال ضد الترجي اخسر في تزير واخسر أيضا في تونس فريق باهي الحق مع أنتها والعب كونتر اللي طوال عامنا وقبل ما تدخل للبول صحيح حيح فلا بالضبط فريق باهي حذر السنين بما أنه متصدر البطولة الجزائرية حتى كان فما نقص في المقابلات فريق يفرض الحذر نتصور أنه ندي سفيقس اليوم كي مبدأ ذو التطوين عمل نقوله أحنا ديكليك محليا اليوم إن شاء الله يحقق نتيجة باهي في كيس الكاف اللي كما قلت معتها من اختصاصه كانت توج بأربع القاب كرقم قياسي بالنسبة ليه في التطويج بكيس الكاف مالك شونج مناف على أقسنتين مش نضيف جوشت حاجات بتبع على أخويا بتبع على شوفوا الاني فوتو دون شوفوا الكلاسمان كيما قال الأوليني مع اللعب عشرة ما تشويه في منترش النقطة لكن مش نزيد حاجة أخرى المهمة اللي هو معطل الهدف البطولة الجزائرية يلع معها بخمسة بونت إبراهيم الديب وبعده بتبع على زكريا بن شاعر و بالحسيني اللي بشي غيب اليوم زكريا بن شاعر اللي كان ينعب في السياسيس قبل بالضبط و بالحسيني اللي يلعب في الهدف أفريقي و شكون آخر زعم تراورين في الفريق متى يا حما هيشين باللول الأكسيال اللي تزيري كان في سيابي القواشي أكسيال تزيري إذاك تعفوه بشن هيشين باللول لا اسمه هكا مانتفكروش هيشين باللول أي برشي بعرفوه باه ياي هيشين باللول اللي تزيري يلعب في سيابيه وبعب شي باه بالنسبة للباركور اللي يمشي ألعب كوتر الشورتة رواندي قبل اللي بول اللي فما نقاط مهمة وإيجابية ونقاط سلبية نحكي على السياسيال مثلا نقاط السلبية اللي أخر زوزمت شوية تالكستريير خسر قسونتينة كونتر خنشلو والوهرامولديت وهران الجامعية ذي هادوم يسير قويمة الأكستريير عادي تخسر أن نزيروه الحاجات اللي مايش في صالح السياسيال اللي الجامعية ذي عاملة السناء دو ريمونتادا معناتها كان خاسر ورجع في السكور الحاجة زاد إيجابية في صالح النادي سفيقسي هذي جزت الديتاي وحتى من بعد اللي نحضروا بالتبيع على الفيديو وعى الماتش ليديتاي بالنسبة للأخر ثلاثة أهداف قبلتهم أقسونتينة والهنى أهمية من عرش الفرماسيون كان عندك إسلام نحكي على بشة ولا بركات تشكيلة السياسيس تحب نعطيب تشكيلة السياسيس وعليش نحب نربط بالفرماسيون هيا بش نعطيبه التشكيلة هي نفس اللعبة هذي تشكيلة محتملة تقريب نسبة 90% بش تكون هكا أيمن داحمن محمد الناصراوي هايفم لعيوني هشام بكر ريان دربالي موسى كونتي فيراسا كوحي بوبكر تراوي ريان روبين هيباج اللاعب الألباني محمد الظاوي وأشرف الحباسي باي برش عاليش حكيت خاصة نحكي على الحباسي وعلى كريستو الظاوي أخر ثلاثة بونتو قبلتهم هي مليزيلية نحكي كوتر شابيبت القبائل ونحكي الديفات زادة اللي عملتها كوتر خنشلة الليزيلية يدخلوا للانتريور يعملوا قتير متاحهم وفما نيفتي برشة في المليو تيران يمكن خطر ما عندو السنتينال يخدم برشة دو مليو معتا زوز وسط ميدان ريليير تحسهم أكثر منهم فكاكا متاع كورة يمكن فرجيل شوية يمكن فماش نيفتي معتا برشة نيفتي في المليو تيران تجم تستغلى بحكم عندهم الكاليتين متاع الملعبية متاع دريبل متاع متاع فلان كونتران الملعبية الهنين تصور كريستو ولا حباسي وكام بشة كامشي عبد زي ميتون تصوروا نجموا يعملوا الفارق وصورتو الليزاكسيو اللي عنده لو يعملوا برشة ديفوت دي تعرف بطولة جزائرية والات بلفار توا براتيكما معانتها وليو معانتها قارديان متاحها ناحا بلنتي وصارت زادة بلنتي كونتر خنش لا وضعت دونك الهنين تساولي زاكسيو زادة معانتها اغريسيف شوي نجم تستغلى السياسيس ان شاء الله اليوم وبالتوفيق للسياسيس فما نقاط ضعف في الفارق هذا؟ نقاط الضعف كيما تشوفه في الفوتول كيما قلتك النقاط الضعف هو الافتيكيك الكورة في وسط المعيدين بحكم يعتمد الكثيرية المليو تيران اكثر ريوليور اكثر اوفنسيف يمكن هذه الحاجة بالتباعه نحكيه على الافتي في المليو تيران نحكيه على الاكسيون ترواء نحكيه على السنتينيل والإزاكسيو ويمكن في الدول ما هو مش دور معانتها ويمكن ما هو مش مليو تيران ما هو شاكريسيف لكن دور في الإزاكسيو ونجم يقومه باختاره ومشاره سياسيات تستغلى النقطة هذه وبالتوفيق تارك كندس ما في تشكيله متاعنا ديريزيس فيقس هذي تشكيله الامثل للفريق اليوم نجم نقوله استقراء على فرماسيون لسانتوس بعض تبديلات الكبيرة اللي كانت في اول موسم بالتباعه هي يظهر لنفس التشكيله اللي لعبت ما تيحال تطوين بضبط ولو انه خرجوا الملاعبية نحكيه على كريشت ويرف اللي شانجمان خرجوا يظهر لدوزين ميتان ما بالتباعه يزم اكتبني على مقابل تطوين بالملاعبية ذو كميزم الملاعبية هوما بيدهم يلعبوا ويعودوا يلعبوا معناه في المقابلة بشوال الملاعبية كومبيتيتيف عندوا معناه حاضرين التبديل اذين بتاع بتاع التشكيله في نادر يسفيقس ضررته اكثر من اللي نفعته دونك المدرب اليوم مطالب ان يحط التشكيله بتاعه ويخدم عليها وحتى كان يغلطوا معناه ودجا قاعدين يغلطوا هوما في المقابلات البطولة ورينا حتى المعناه النتيج اليوم مهم ما بتبيع اللونتام بتاع الشمبيون معناه الكيس الكاف اذي مهما للنيدر يسفيقسي صورتو انتي قلت اسلامي اللي هي اكثر يذول الجامعية معناه هزا الكوب دوكاف الاختصاصي خمسة اعتقد السلام سياس اختصاصي الول معناه بتاع الكيس الكاف دونك اليوم اليوم ندر يسفيقسي بالاسلحة متاعه الكل بالملاعبية الكل نتصور حاضرين شهلا بشي يعدي مقابلة كبيرة مع قسنتين لطفي وجود مدرب خالدين مروي في تدريب فريق سنتيني اللي هو يعاف تونس ويعاف بطولة تونسية واسبقه تدريب النجم الساحلي ينجم يعاون هذا الفريق الجزائري او كتاب مفتوح طويره في بعضه هو كتاب مفتوح الفريق الكل ينجم يعاونهم برشا بحكم معرفته بالبطولة التونسية ومعرفته باللاعبين لكن انا نتصور اليوم ان شاء الله ندير اسفقسي بش يكونوا يقف كما يلزم في الميدان خاطر نعرف عنده شبان ممتازين ذوي كريستو قاعد بحكم انه اخذاء اسابة وقاعد يرجع توم الاسابة نصور ذوي كريستو ان شاء الله انا نحب نحب نقطة دي وراوة حاجة غبيرة غريبة برشا اليوم عنا عزوف عن نوادي اليوم في الرؤساء النوادي نشوفوا كيفاش في التزير كيفاش الناس شركات ضخ في امويل كبيرة ونشوفوا معتها الفرقة الجزائرية كلها قاعدة معتها ازداد لتاع الجريديك مختلفة لتاع الجريديك لتاع الاندية في التزير شركات عملاقة تتولى احنا وقتاش بش نوليوه هذي اخذة اليوم يزم يزم القانون يتبدل يزم القانون يتبدل ويزم قارر سياسي حتى في الدوري السعودي معتها شركة النصر شهده نصر سعودي شهده الاتحاد شهده الاتحاد شركات في بيلي الوزارة عنده موزارة تشتني ازمة ديك في الامتدابات السفقات بالنسبة لتسيير الاندية داخلية شركة النصر شركة الاتحاد بالنسبة للسفقات عليش ما تتيجبتها للسعودية بالنسبة للسفقات في السعودية السفقات الكبرى تتقسم على مثلا اذا مثلا النصر كريستيانو تجمش تاخو معاه نيمار هتركوا الواحد عنده بار بالنسبة بيانسور نحكي على الاربع الاندية الكبار في السعودية اليومة النصر الهلال الاهلي الاتحاد والا الاربع عدوش نشوفوا احنا ويني سيوتى ويني حملين ويني المرسى جميعات هذو معاش تلقى انتي تحكي طوال جمعيات معنى هم نتوال جمعيات الكبار معاش عندها معنى نحنا مشيزة جمعيات الكبار معاش معاش فمه دبلسون بيت كبير نحنا بش نتعديه المرحلة اخرى اليوم بش تنهض بالرياضة وفوتوبول تونيسيا ونشوفوا انعكاسات وعلى المتخبرة مفبت احنا نحكيو على منتخب الاواسط ومنتخب الاساغر معطى البير حمات التقريب المعزلة كبيرة احنا نتمنى التوفيق النادر اسفيقس انتصر اليوم ويدخل دخل بها في الكوبد افريكا ذي ويرجع الثيقة الجمهور والليعبيات وفليتر الفني كلهم مجدي الزريع عاودونا بلانا قليلات كبيرة من الجامعي المتاح حتى شفتنا في مازنبيه جمهور جمهور المولدية كانوا يتنقلوا بأعدادة كبيرة حتى التونس بشيجيوا جمهور قسانتينا بأعدادة كبيرة وقاعدين يجيوا ومن البيضة ومن التفيام اللي يفاتوا الكل قاعدين يوصلوا لتونس بأعدادة كبيرة هنا جمهور السياسيس يجب ان يتنقل بكثافة ملعب الاتس خاطر مهم حضورهم بسانة اللعبين اكيد ما احنا شفنا صورة الحق معطها سلبية شوية من ناحية ايجابية كونه معطها الزري دي ما يحس روحه في تونس انه وفي بلاده والحق حتى شخصيا نحكي مع زملاء ولا حتى مع مدربين ولا ملعبية تزيرية فما دي ما كل نقوله احنا الروابط الكبيرة ما بين تونس والزير في مباراة الاتحاد المنستيري ومولدية الجزائر في دوروليني جمهور الملدية هو اللي عمل دخلة في رادس في ملعب رادس جمهور المستير ممشيش من المستير الراديس صعيبة والمقابلة تلعبت في الليل باركونتر الجمهور الزيري جاء وعملوا دخلة وحتى معانتها صارت في الصور متاحها في مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه مولدية الجزائر يلعب في العاصمة الجزائرية اليوم يظهر لي اللي معانتها الوضعية تختلف لانه مولدية الجزائر جمهورها اكثر برشا من قسانتينة وايضا جمهير النادي السفيقس نتصور انها تجي لانها مستنسب ملعب رادس ومستنسب الكمبيتسيون ذي وسمعت حتى فما شركات معانتها اعطات اليوم كونجي سونسولد للجمهور المتاحها برشا سفيقسي في تولنز ده العاصمة؟ بخلافة ذيكا طارق اليوم فما سماعت معانتها منعرفشين تونزين اكد من معلومة فما شركات في السفيقس اعطات كونجي سونسولد ونتصور انه معانتها لحق جمهور النادي السفيقسي يحضر لي انه مباراة كي ما قلت معانتها ريبير باش تكون قدام قسانتينة اللي ميش سهلة نتصور انه معانتها بش يحضر بكثيفة جمهور النادي السفيقسي في الاخر اعطيكم نتائج السوانتاج بخصوص الترجمة في تونسي في المقابلة 850 شخص ثابته في السوانتاج ما هو تقييمك المستوى الترجمة في مواجهة جريباء ممتاز جدا 20% ممتاز 26% و 51% من المصوتين صوتوا بمتوسطها كانوا نهاية الحصة متاعنا اليوم شكرا لطفي بالحاج ناورتنا اليوم اعطيك الصحة بحضرك ايضا ايضا طرق العبدالي برك الله فيك اعطيك الصحة مجد السعيدي شكرا لكم اعطيك الصحة اعطيك الصحة اعطيك الصحة الان مات اعطيك اتوقع